تسع سنوات من التشردم والانقسام كانت كافية لعودة جزئية من أعمدة بيت الشيخ الراحل محفوظ نحناح بعدما التأم جمع الفريقان المتخاصمان حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير في انتظار استكمال السقف بالتحاق حركة البناء التي يبدو أنها أدارت ظهرها للمبادرة وغيرت بوصلتها باتجاه تحالف آخر جمع بيت النهضة القديمة وجبهة العدلة والتنمية بقيادة عبدالله جبلة الذي وصف الخطوة بأنها تتجاوز التشريعيات وتطمح لتحقيق حلمه القديم المتجدد مدرسة الإخوان غير أن متابعين لتطورات المشهد السياسي في الجزائر يجدون أن حلم الإخوان في الجزائر لن ينزل إلى الواقع ما دام البيت الإسلامي ممزقا وسيظل الحلم تائها بين حب الزعمات التي ظلت لسيقة بقيادات الأحزاب الإسلامية في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن عودة الإسلاميين ولو بتحالفات جزئية على أنها ستؤثر في ملامح المشهد السياسي لسيما مع اقتراب الاستحقاقة القادمة وهو الأمر الذي سيمكنها من لملمة وعائها الانتخابي الذي ظل مشتة لعدة سنوات وبين الرأيين سيظل أمام الأحزاب الإسلامية في الجزائر تحديات كبرى من أجل إعادة الثقة بينها وبين الشعب من جهة وتسييج أفكارها ورص صفوفها من جهة أخرى في ظل التشويه الذي طالها وملاحقها أيضا جراء سلبيات ما عرف بالربيع العربي ترجمة نانسي قنقر